اتخذ بران قراره واطلق سراح ديلان عندما ذهب ديلان الى عائلته تم الترحيب به بشكل غير متوقع على الرغم من انفصال بران وديلان الا ان هذا الفصل لم يساعدهما لا توجد دموع مفقودة من عيون الثنائي حنيف التي تحاول حماية اطفالها مثل طائر جارح وتظهر الرحمة لاطفالها لديلان تحيي ديلان بصفع يغادر ديلان هناك ايضا دون رؤية عائلته على الرغم من ان ديلان وباران مليئان بألم الانفصال الا ان هناك بالطبع من هم سعداء خصوصا دريا يمكن ان تتنفس السعداء لكن التنفس الذي يأخذه سيأتي من فمه الى انفه من ناحية اخرى سيزيد افرات وحسن من جرعة عدائهما ينتظر افرات على اهبة الاستعداد لطلب حساب اللكمة التي القاها بران من ناحية ديريا لديها ورقة رابحة في يدها من ناحية يبدأ افرات في رسم عينيه بلا فاروز في يده ستكون هناك تطورات جديدة في مثلث الحب علي والزمرد والالغام خلال محاكمة علي وعائلته مع الرهن وسوف تستمر الالغام للعب الثنائي طوحسن وافشرات سواعدهما للانتقام من بران ولهما رأي في اشياء كثيرة لقد اسقط الثنائي الان مشكلة اطلاق النار على سفديت واحياء نزاعهما ديلان الذي لم يبقى له مكان يذهب اليه يأخذ انفاسه في المقبرة يطلب المغفرة لاحداث الماضي يجد بران له وانها تشق طريقها الى القصر مرة اخرى بعد فشل محاولاته سائم بران من كونه بين عائلته وديكان الان يعتقد انه يجب عليه اتخاذ القرار الصحيح واتخاذ الخطوة وفقا لذلك يتدخل بران مع ديلان للمرة الاخيرة ويضعه على المحق من ناحية اخرى يجد ديلان ان شكليات اجراء الاختبار لا معنى لها بعد ان لم يستطع القراءة التظاهر بانه يتم النظر فيه بعد القصوة التي لحقت به ليس له معنى بالنسبة له تواصل افرات مع سوفي ووصل الى معلومات الرجل الذي كان يحاول ازعاج ديلان يعرف فرات ان دريا هي التي تحتجز السوفي بدأت حرب الفرات ودريا سادت الحرب الباردة بشكل لائق بين الاثنين لفترة طويلة الان سوف يتخذ افرات خطوته الخاصة ويبلغ دريا بمكانه بالتأكيد سنرى ما اذا كان هذا سيكون بين الاثنين ام انه سيذهب الى اذان بران ديسمبر البرد بران ولكن ترفرف لديلان لم يرضي المشاهدين ادى وصول ايميلدا الى القصر الى تعطيل الامور شعر ديلان بعدم الارتياح وحاول عدم الكشف عن اي شيء لاميرد ايضا رأى الزمرد وفهم كل شيء كان من المستحيل تناول الطعام على طاولة ست كالعادة على الرغم من شقيق جيهان نزهات المراهقين داريا المستمرة تتسكع في المنزل مثل اخت الزوج والبقدونس في كل شيء لم تتوقف لسان اوزاد يستمر بران في الخروج من الجانب الاخر اثناء محاولته اصلاحه من جانب واحد لم يهرب من عيون اولئك الذين شاهدوا كان استخدام بران لعبارة شقيقه عند تقديم الضيف الى دريا ثقيلا جدا على الرغم من كل هذا فان حفل الامساك باليد جعل الضيوف يضحكون فهم ديلان ما كان بران يحاول القيام به اخيرا قال لها كلمة لطيفة جدا هل تعتقد انك يمكن ان مواساة لي مع هذا بعد سرقة حياتي كلها اتخذ ديلان ثلاث خطوات الى بران لكن بران لم يلجأ الى خطوة واحدة بعد كل هذه الاستياء اصبح ديلان اكثر حكمة ولا يريد المرور الى بران يخبر عائلته عن حياته في قصر الزمرد بدأ والده يشعر بالاسف على ديلان مرة اخرى دعونا نرى ما اذا كانت ميرالد تخبر عائلتها عن الموقف ستغير التوازن تستمر الحلقة التالية في تأبين التأبين لموقف بران البارد ولكن الراحين سيكون من السخف البحث عن الرومانسية تحت شخص يعامل ديلان مثل النطر جيهان هو في مشكلة مع والده عقله يشكو ديلان الى والده سوف يتعب كودريت في النهاية من عداء ديلان هذا ويعود الى حالته السابقة ويضرب جيهان حتى يخرج الحمار من الماء ديلان الان مستاء للغاية من بران بخيبة الامل التي عانى منها بالنسبة الديلان الذي ينقطع عن الاكل والشرب بهذا الاستياء يدور القدر حول عمته ويمد ذراعيه اليها يخبر القدر بران ان حالة ديلان قد تزداد سوءا في حالة ديلان يشعر بران بالصمت ويأكل نفسه من الداخل الى الخارج ديلان الذي يستيقظ من نومه مع كابوس يبدأ في القاء اللوم على بران لهذا الوضع ديلان الذي يفكر في ماضيه محاصر بين عالمين ديسمبر ديلان يعتذر للشخص الوحيد الذي يحتاج الى الاعتذار يرش كودريت الماء على ديلان الذي يعتذر لعمه لان كودريت يعتقد ان عمه يفهم انه بريء يستمر التوتر بين الانحدار ونهر الفرات تحاول دريا الوصول الى سوفي التي وظفتها لاذاء ديلان في بران اولا عين فرات مثبتة على دريا سمعت جي ام المكالمة دريا الهاتفية واخبرت فرات بذلك على الفور يتفاجأ بران برؤية ديلان يتحدث الى والده يأتي اعتذار ايضا الى ديلان من بران في النهاية من ناحية اخرى لا يزال ديلان يحتفظ باستيائه لم يستطع تحمل بران وهو يغطي اذنيه له فاجأ بران بمخارج ديلان بران الذي يرى ردود فعل لم يتوقعها من ديلان يبحث عن طرق ليغفر لنفسه لديلان احضر الزمرد الى القصر بجوار ديلان لحظة لقاء الاختين مع بعضهم البعض ستعطي لحظات عاطفية يقع الزمرد وديلان في مشاكل مع بعضهم البعض على الرغم من ان ديلان يحاول ان يبدو جيدا الا ان اميرد يعرف جيدا ان ديلان ليس جيدا يجب ان تكون نظرة جيهان وازاده تحوم مثل الظل فوق الاختين بدأ علي الذي سمع احاديث المنجم القتالي بالتحقيق في مضيه ولماذا غادر المنزل بعد الليلة الرهيبة التي مر بها ديلان فان الخطوة الوحيدة التي سيتخذها بران هي اعادة ديلان الى المنزل زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسوا الاشتراك